أقول لحضرتك أن العياء الفلسيفة العياء بيبقى وحش والناس بتروح تصيف بيتنكد عليهم بدافعين فلوش وبيتنكد عليهم بسبب العياء بتاع العياء فالبطيخ والخوخ مدام هنالت قولنا الممنوعات يا دكتور كده عشان نعملها بطيخ والخوخ والكنتالوب من أشهر الفواكه الصيفية اللي بتعمل نزالة معوي يعني ده ممكن يكون علاقة شوية بالحاجات المرشوشة ده في مصر بس يا جماعي حد بشوهنا ببرا مصر كل عادي مفيش مشكلة إحنا بس عندنا هنا بيحبوا يزودوا حاجات على دايما في أول السيزون بتاع السيف كده بننسح أن احنا نبعد عن الثلاث فواكه دول الخوخ والبطيخ والكنتالوب أنا متغالي النصيحة دي للكبار وصغيرين يعني ده ما هنا بتقول عشرة شهور فده ما تتحملش اللي إحنا ما بنتحملش ممكن يكون في الكبار العراض بتبقى خاف بس في الأطفال إحنا بنشوف فعلا النزالات معوي طب في الصيف عموما بعيدا عن الخوخ والبطيخ والكنتالوب نخلي بالنا من إيه للأطفال يبعيدوا عنه عشان هيبقى مدر هو إحنا في الشتاء طبعا بنعاني مع قصة درجات الحرارة الباردة دماما دي معروفة قصة بقى التغيرات في درجة الحرارة يعني سيزين الفارش في مكان سخن إحنا كنا في مكان سخن شوية أو دافي دخلنا في مكان تكييف مباشرة مثلا الأطفال إحنا ممكن نستحمل ده لكن الأطفال ما بيستحملوش للأسف ده ممكن يكون برايمينج لدور أصلا أحيانا أنا معرفش إزاي ما ممكن يعملوها بيبقى مثلا حد وحدة نازلة تشتري مثلا بلوزة تمام معاها ابنها صغار على كتفاه على قديها تمام بتدخل محل بيبقوا متلجين المحل مش جو بارد لطيف لا متلج فده يأثر صح يا دكتور يعني درجة الحرارة جديدة لدرجة الحرارة بالضبط هو الفكرة كلها الطفل المتعرض لتغير في درجة الحرارة ده ممكن برايمينج لدور بيرد التهاب في الحل دي الحاجات اللي احنا ممكن في الصيف ناخد بنا منها طب الماي الساعة طب الماي الساعة الماي الساعة طبعا ده حاجة مهمة جدا هي مفيش ساعة يا دكتور الماي الساعة شرب أه حاجات الساعة حاجات الساعة عموما للعايش تييم أحيان بفتحوا التلاجة ويأخذوا منها بل ما بيعرفوا بيعشاقوا في الصيف أولا بس يعني بيبقى صعبان علينا الأطفال اللي هم عمرهم شهور لسه بقى لا هيفتحوا التلاجة ولا هعملوا دكتور ويجي لهم سواء النازلة المعوية أو دور البرد أو بيبقى بيشتكي من حاجة احنا مش فاهمين هو بيعيط لي مش عارفة أتعامل معاه أول سخونة وغالبا احنا بنتعامل برضو مع ارتفاع درجة حرارة الجسم بتاع الطفل بشكل غلط يعني في الخافض اللي احنا بنديه في الكمالات اللي احنا بنعملها انا معرفش يعني مش المفروض ان انا ندي خافض على طول المفروض فبتكلم الطفل اللي لسه مش بيعرف يتكلم تعاملنا بعامي بقى بطريقة مش مزبوطة في الحاجات اللي زي دي من ناحية السخونة السخونة مثلا درجة الحرارة علي تأول حاجة اعمل ايه احنا محتاجين الاول نخفف دومه ده مهم جدا يعني الطفل لو الكلفتة والتخطية الزيادة مع السخونية انا بقول لها استبيعرق فدرجة الحرارة بتقل لا خالص بالعكس احنا محتاجين نخفف دوم ود الخفض كده وغطيه يعرق وهيقوم زي الفل لا لا خالص بالعكس احنا محتاجين حاجة تعمل تهوية ليه كويس جدا يعني احنا اول حاجة بنعملها بندي خفض الحرارة وبنقلعها هدوم خالص لكن الام اللي في عايز الصيف دي تعتلف ابنها يا دكتور الام اللي في عايز الصيف دي تعتلف ابنها كده بتضر انا عايز اقول لحاك ان هو احيانا العرق الشديد مع التخطية الشديدة ده ده ممكن يعمل شخونية حاجة اسمها دي هايدريشن فيفر شخونية بسبب الجفاف طفل بيعرق 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 ده مش بيعوض بسويل فبتعلى درجة حرارته نتيجة التخطية الزيادة تعمل الغلط بتعمل تمام